غريفة في صنعاء مجدداً جولة جديدة أخرى للمبعوث الأممي قادته إلى كل من الرياض ومسقط ونيورك وصولاً إلى صنعاء على وقع تطورات في مجريات الحرب الدائرة حالياً في اليمن أولى لقاءات المبعوث الأممي في صنعاء كانت مع زعيم الحوثيين حيث كشفت المحادثات التي أجراها مع عبد الملك الحوثي عن طبيعة المهمة التي يحافل غريفة إنجازها في هذه المرحلة واستناداً إلى تصريحات للمتحدث باسم جماعة الحوثي فقد تناولت المحادثات ما اعتبرها جهود ميليشيات الحوثي المستمرة لتحقيق السلام والاستقرار ومنها المبادرة التي قدمها رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للتهديئة مع المملكة اللافت في تصريحات عبد السلام ما نقله عن عبد الملك الحوثي الذي أشار إلى مواصفه بأفق التسوية السياسية الشاملة المحتملة في هذه الظروف المواتية على نحو أن يكشف عن رغبة غير مسبوقة من جانب الحوثيين في الذهاب إلى السلام استناداً إلى ما يعتقدون أنه تضعضع في موقف السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً متعثراً في اليمن لكن الرياض وعلى لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أكدت أنها لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني الذي وصفه بالمارق والذي يدعم الحوثيين وذلك في معرض رده على تصريحات سابقة للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي مصادر سياسية ودبلماسية أكدت أن المبعوث الأممي يسعى بالفعل إلى استئناف المشاورات بين الحكومة الشرعية والحوثيين حول الإطار السياسي والأمن والعسكرية الشامل مع الاستمرار في الجهود الراهنة لتنفيذ اتفاق الحديدة وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية فالحكومة تصر على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة قبل الانتقال إلى خطوة الحل الشامل وهو الخيار الذي أكد عليه وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه المبعوث الأممي مؤخرا الحضرمي شدد على أن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة مع الحوثيين مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوك هولم حول الحديدة وحذر من التراخ والسماح للحوثيين بإفشال الاتفاق مع تأكيده أن قضية قوات الأمن والسلطة المحلية المعنية بحفظ الأمن في مدينة الحديدة وموانئها هي المدخل لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق تزامنت زيارة مبعوث الأممي مع خطوة إطلاق 290 معتقلا في سجون ميليشيا الحوثي أراد الحوثيون من خلالها على ما يبدو إثبات حسن نواياهم في الذهاب إلى سلام مضمون المكاسب السياسية والعسكرية ترجمة نانسي قنقر